اشتركوا في القناة أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له كل شيء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه يطاع فيشكر ويعصى فيغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال القلوب له مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى والخلق خلقه والعبيد عبيده وهو الله الرؤوف الرحيم وهو الله العلي العظيم وهو الله الحي القيوم وهو الله عالم الغيب والشهادة لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة اللهم معلم الأنبياء علمنا مفهم الأنبياء فهمنا مؤدب الأنبياء أدبنا مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا أصلح نياتنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمةً للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فشزاه الله عنا وعن أمته خير ما شازى نبيًا عن أمته ثم ما بعد اليوم مع تتمة الدرس الأخير من سورة الفجر وهي الآيات الأخيرة المطمئنة للمؤمنين من قرأ سورة الفجر من أولها إلى هذا المقطع يجد نفسه أمام سوط عذاب من الله جل جلاله في الدنيا على أمم طغت وبغت وعذاب أيضًا يوم القيامة عليهم فيجد المؤمن نفسه في خوف شديد أن يقع به أو يقع عليه مثل ما وقع عليه فنادى الله النفوس الذاكرة له النفوس المطمئن بذكره نفوس المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ناداهم يا أيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي مقيدة بنفسٍ معينةٍ في سبب النزول أو أنها مطلقة لكل النفوس المطمئن فقال بعض العلماء نزلت هذه الآية في عثمان من عفان رضي الله عنه لأنه يعطي مطمئن وهو يعطي المال أن الخلف سيتي من الله عز وجل وأبو بكر الصديق الذي يعطي ماله مطمئن أن الله سيخلف عليه وهذه الطمأنينة تحصل وقت العطاء وقت الإنفاق ويتجنب الأتقاء الذي يؤتي ماله ولا أحد يعطي ماله إلا وهو مطمئن هذا المال لن يضيئ مطمئن على أن ما عند الله خير وأبقى ولذلك أبو بكر الصديق يوم أنفق أمواله في سبيل الله مطمئن فرحا راضيا وهو يعطي المال في سبيل الله ولا يريد عوض من الناس ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء لأن الجزاء عند الله ولا شكورا لأن الشكر من الله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا جزاء من الله وشكرا من الله لا جزاء من الناس ولا شكرا من الناس ينتظرون فاطمأنت نفوسهم أن الله جل جلاله جزاؤه الأوفى واطمأنت نفوسهم أن شكر الله لهم خير من شكر الخلق كلهم لو شكروهم فاطمأنوا فأنفقوا في سبيل الله أبو بكر أول من أنفق في سبيل الله بعد خديشة خديشة أول من أنفق رضي الله عنها وأول من أسلم رضي الله عنها أسلمت خديشة قبل أبو بكر وأنفقت قبل لا يدخل أبو بكر أسلم أنفقت في سبيل الله أم المؤمنين لكن أبو بكر من الرجال أول من أنفق في سبيل الله ونزل فيه ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إذن صاحب هذه النفس مطمئن على أن رسول الله صادق وعلى أن وعد الله حق وعلى أن هذا الدين من عند الله ولذلك صدق واتقى وأنفق في سبيل الله والأجر من الله ابتغى قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق كأن الصديق اشتاق قال ما أحسن هذا ليتني منهم ليتني من هؤلاء الذين يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم سيقال لك ذلك يا أبا بكر سيقال لك يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك وقيل نزلت في خبيب بن عدي وما أدراكم ما خبيب بن عدي رضي الله عنه خبيب هاجر إلى المدينة مع المهاجرين وخرج في سرية بعثه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل أصحابه وأسر خبيب ومن معه ثم جئ به إلى مكة وأخذ اشتراه بعض أهل مكة وأرادوا أن يقتلوه فصلبوه في التنعيم ولما هموا بقتله رفع خبيب يده وكان ضمن الحضور أبو سفيان بن حرب وعلية قريش فقال وهو يرفع يديه قبل أن يقتل طلب منهم أن يصلي ركعتين قال اذنوا لي أن يصلي ركعتين قبل أن أخرج من الدنيا قالوا صلي فصلى ركعتين خفيفتين ثم أقبل عليهم فأخذوه فصلبوه من أجل أن يقتلوه فقال وقد رفع يديه يدعو فانبطح القوم لم يبقى أحد إلا انبطح للأرض لأنهم في اعتقادهم أن المنبطح تتجاوزه الدعو قال في دعوته الخطيرة التي سرت وهو يدعو على الظلم وقبل أن يدعو سأله سائل منهم قال يا خبيب أتود أن محمد مكانك هذا نقتله وأنت حي أنت ليم محمد نصلبه ونقتله فأجاب بثقة قال والله الذي لا إله إلاه ما أود أن محمد يشاك بشوك وهو هناك بين أهله فضلا عن أن يكون هنا سبحان الله دعا عليهم فانبطحوا على الأرض وخبيب مطمئن مبتسم فقال بعض قريش ما رأينا أحد يقتل وهو يبتسم يخرج مطمئن لأنه يعلم يقينا أنه خارج إلى الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وقيل نزلت في حمزة بن عبد المنطلب لما قتل يوم أحد ومثل به وحزن على موته رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية وهي مدنية يا أيتها النفس المطمئن ترجعي على هذا القول ارجعي إلى ربك وأن المراد بها نفس سيد الشهداء حمزة بن عبد المنطلب إلى غير ذلك من الأقوال في سبب النزل والصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب فكل مؤمن اطمأن قلبه بذكر الله نفسه مطمئن لكن يبقى السؤال هذا كلام من؟ من الذي يقول يا أيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك؟ ومتى تقال؟ هل يتقال في الحياة الدنيا أو عند الموت أو يوم القيامة؟ أقوال لأهل العلم وسننظر بإذن الله ونقارن الأقوال بالأقوال حتى يتبين لنا الصحيح قيل هذه الآية تقال للمؤمن عند موته وأنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول كلام ملائكة الموت والقسم الثاني كلام الله جل جل فملائكة الموت ملائكة الرحمة إذا أتوا إلى الميت في سكرات الموت المؤمن وقد وصلت روحه إلى الحلقوم فلولا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى ربك ارجعي إلى ربك إلى ربك يومئن المساق فإذا تجاوزت التراقي وهي هاتان العظمتان ووصلت الحلقوم وهي آخر محطة للروح في الجسد وهي عائدة إلى الله في ذلك الوقت تأتي ملائكة الرحمة لقبض روح المؤمن مبشرة له قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة هذا الاطمئنان ألا تخافوا على أنفسكم ولا تحزنوا على أولادكم وأزواجكم وأهلكم من بعدكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ويوم يقولوا أبشروا بالجنة يكشف الغطاء عن وجه المؤمن في لحظة قولي وأبشروا بالجنة فإذا به ينظر إلى الجنة فكشفنا عنك غطاء فبصرك فبصرك اليوم حديد فيرى الجنة فإذا أبصر الجنة وهو على فراشه وأهل الدنيا من حوله والذي نفسي بيده لو قال له الدنيا ارجع أهل الدنيا جميعا ارجع علينا نعطيك الدنيا تعال نملك علينا نزوشك من في الدنيا من البنات ونعطيك ما في الدنيا من الأموال والذي نفسي بيده لن يرضى بذلك لما نزل قول الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم عفوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه قال بعض الصحابة يا رسول الله وأينا يحب لقاء الله ولقاء الله الموت ما في أحد يحب الموت كيف تحب الموت الموت طبيعة النفوس على كراهية الموت كتب عليكم القتال وهو ليش كره لكم عشان الموت لأن في الموت قالوا أينا يحب الموت نحب لقاء الله لكن لقاء الله قبله موت فكيف يكون من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه يعني من أحب الموت فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا الكلام هذا عند الموت لأنه عند الموت يكشف الغطاء عنك فترى ما وعدك الله به في الشنة وترى الدنيا وتخير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لما جاءت سكرة الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يخير بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يخرج إلى الرفيق العلى الرفيق العلى هو في قوله تعالى فادخلي في عبادي هؤلاء العباد هم الرفيق العلى هؤلاء العباد من هم هؤلاء العباد نوعين قسمين عباد تدخل الروح فيهم وتعرج معهم إلى السماء وهم الملائكة عباد مكرمون تعرج الملائكة والروح روح المؤمن إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في لاحظة واحد فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونرأوا قريبا هذا الموت آمالهم طويل الكفرة ويقول أبد ما وين لسه شباب الموت باقي وما يدري واحد إلا وسكرت الموت وفاجئه لكن المؤمن الموت أقرب له من شراك النعل كل ما يبغى ينام يتذكر الموت إن أمسكت نفسي فأغفر لها إذا مت إذا يبغى يصلي يتذكر الموت إذا جاء الليل تذكر الموت إذا جاء النهار تذكر الموت إذا يقلم أظافره تذكر الموت إذا يحلق شعره تذكر الموت لأن هذا يشاء ميت منه فهو يموت مجزئا سبحان الله إذن هذا المؤمن عندما تأتي الملائكة لقبض روحه ينادونه هذا النداء يَا أَيَّا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَّةً مَرْضِيَّةً أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَّةً مَرْضِيَّةً الآن كم وصف لهذه النفس أولا مطمئنة ثانيا راضية ثالثا مرضية كم وصف ثلاثا مطمئنة راضية مرضية طيب بضدها تتميز الأشياء هناك نفوس مضطربة ساخطة مسخوط عليها المطمئنة بأي شيء اطمئنة بذكر الله المضطربة لماذا اضطربت لأنها بعدت عن ذكر الله واستحوذت عليها الشياطين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فإذا كان معه شيطان يبقى معاه إلى ساعة الموت يتركه يفر الشيطان يدور عليه وينك يا فلان راح إني أرى ما لا ترون فتاتي الملائكة توفاه وهو ظالم لنفسه الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض من استضعفكم شيطان سيطان استضعفهم وهو كيده ضعيف وهم أضعف من الشيطان لأنهم اتبعوا ويوم القيام القيام يتبرأ منهم يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة هي النفس الوسطى قبلها نفسين وبعدها نفسين والنفوس خمسة ومراتب النفوس في الكمال سبعة مراتب النفوس في الكمال سبعة نعرضها ونرجع للتفسير أول نفس هي النفس الأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إذن الأصل في النفس أنها أمارة بسوء هذه النفس الأمارة بسوء تحتاج مجاهدة على أمرها بسوء حتى تتوقف ونهى النفس عن الهواء فإن الجنة هي المأوى فإذا بدأ الإنسان صاحب النفس الأمارة بسوء يجاهدها وينهاها عن ما تأمر به هي تأمر وهو ينهى هي تأمر وهو ينهى تنتقل هذه النفس إلى المرحلة الثانية إلى النفس الثانية وهي النفس اللوامة فيعينها الله على نفس الأمارة بسوء ويجعلها لوامة إذن الآن انتقلت النفس من مرحلة إلى مرحلة أخرى أعلى وهي النفس اللوامة قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه والعجيب أن هذه النفس نفس تجمع تجمع عظامه تجمع عظائم فعله تجمع للكباير تحصيها ثم تلومه عليها واحدة واحدة أنت أفلان سويت كذا وانت سويت كذا وانت تعرف أنك سويت كذا وانت تركت كذا فتبدأ نفسه بدل من ما كانت بالأمس تأمره بالسوء وتحضه عليه إذا بها اليوم تلومه على السوء الذي كانت تأمره به وتسبه أنت أصلا فعلت وانت فعلت هذه نفسه التائب نفس يحبها الله لأنه تاب عن الذنب فأبدله الله بالنفس الأمارة بالسوء نفس اللوامة على فعل السوء فلا يزال المؤمن في صراع مع النفس اللوامة هي تلومه وهو يعترف نعم صح أن أخطأت حتى يبكي من خشية الله جل جلاله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم أغفره أبشر أغفر لك ما دم تتلوم نفسك على ذنب وتبكي قد غفرنا لك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وهذا اللوام داخلي لوم في النفس وأسروا قولكم مع نفسك أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلا يزال الإنسان في لوم صراع ولوم صراع حتى تأتي السكينة تنزل السكينة بسبب اللوم والصراع لوم الإنسان نفسه على التقصير لوم الإنسان نفسه على ما فعل من الذنوب فتنزل السكينة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعالم ما في قلوبهم لوم لش ما ندخل نطوف بالحرام لش ما نسعى بين الصفا والمروى لا هذا رسول الله لش نتبع الرسول صراع داخل النفس ندخل ونقتل ونطوف ونموت عند الكعبة أو نطيع رسول الله وقال أحلقوا حلقنا صراع داخلي فعلم ما في قلوبهم من اللوم والصراع فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم سكنت والسكينة مقدمة لطمئنان إذا أراد الله أن يطمئن قلب أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً إيماناً مع إيمانهم الإيمان الأول القلب كان مضطرب معه فأرادوا إيماناً والثاني الزيادة من الله للذين أحسنوا الحسن وزيادة فالذي يزيد هناك يزيد هنا ومن وجد الزيادة هنا وجد الزيادة هناك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الخوف طراب وجلت قلوبهم طيب وبعدين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً يعني تنزل السكينة مباشرة فيزداد الإيمان فينطلق الإنسان إلى مقام الاطمئنان قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون زاد الإيمان حصل لاطمئنان فإذا حصل لاطمئنان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن هؤلاء ترقوا إلى النفس الثالثة هي النفس المطمئنة طيب يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك شوف النفس الأمارة بالسوء بعيدة تفر عن ربها النفس اللوامة في صراع تريد ربها والنفس الأمارة بالسوء تتصارع معها ويتلوم والنفس المطمئنة المرحلة الوسطى فإذا وصل الإنسان لهذه المرحلة أطمئن فإذا اطمئن رجع إلى الله رجع إلى الله بكل ما تعنيه الكلمة رجع إلى صلاته فخشع فيها قد أذلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رجع إلى القرآن فخشع وهو يستمع للقرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق رجع إلى الدنيا ينفقها في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضات الله كما قال تعالى ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا الرجوع إلى الله رجوع إلى طاعته ورجوع إليه في كل ما يحب وعلمت هذه النفس أن الله جل جلال كل ليلة ينزل إلى سمائه الدنيا نزولا يليق بجلاله فأصبح النوم في الليل عندها قليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وانظر إليه وقت القيام كيف يقوم تتجافى والتجافى القيام بسرعة تتجافى من التباعد سرير مكانه مكان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون هذه الثالثة النفس المطمئن طيب هذه النفس التي اطمأنت توفق للعمل الصالح فترضى وما يرضيها إلا العمل الصالح إذا صلت ارتاحت أرحنا بها يا بلال شعلت قرة عيني في الصلاة إذا تصدقت فرحت واطمأنت ويطعمون الطعام على حبه حبه حب الطعام وحب الإنفق فهو بين حبيني حب أن يأكل وجايع وحب أن يطعم الآخر الجايع فآثر ذلك الحب الآخر لأنه أحب إلى الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فينفق وهو راضي لذلك مهما أنفق كل ما زاد في الإنفاق كل ما زاد في الرضا لأن هذا الإنفاق يضعه في يد الله عز وجل الصدقة في يد الله إن الله ليربي لأحدكم ثلوة ولد الفرس وصدق يربيها الله وينميها صدقة ما تبقى كما هي يمحق الله الرباء ويربي الصدقات فتتصدق بتمره يوم القيامة تجدها كجبل أحد لأن الله نماها ورباها وكبرة فكيف لو تمرتين كيف لو كيلو تمر تتصدق بحبة يعطيك الله بدلها سبعمائة حبة طيب الكيلو الواحد من الرز كم حبة فيه وإذا كل حبة سبعمائة حبة كم يكون الربح مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم إذن صاحب هذه العقيدة ينفق وهو راضي والله ساخط الحبة بسبعمائة حبة مبسوط عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاءت تجارته إلى المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيش وقتئذ قد أخذ بصرها أصبحت ما تشوف فلما جاءت هذه الإبل محملة بالبضايع ارتجت المدينة فقالت عايشة زلزال بالمدينة قالوا لا يا عايش مو زلزال إنما هي تجارة عبد الرحمن بن عوف وصلت سبعمائة بعير محملة هيش هذا هذا كله تجارة عبد الرحمن بن عوف تتزلزل المدينة من أذر الإبل بالبضايع والله قالت عبد الرحمن بن عوف هذا أنه على خطر عظيم أخشى عليه من الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على هذه الأمة إلا من الدنيا قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتلهيكم كما ألهتهم فتهلككم كما أهلكتهم وصل خبر كلامها لعبد الرحمن بن عوف وهي أم المؤمنين ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف طبعا وصلت البضاعة وجاءه التجار يلا ما زاد علني قال يا عبد الرحمن نربحك الضعف قال لا قد وجدت أكثر الضعفين وجدت أكثر ثلاثة ضعاف وجدت أكثر أربعة وجدت أكثر خمسة ضعاف يا عبد الرحمن خمسة ضعاف الربح ما تقتنع وجدت أكثر حتى جاء التجار المدينة كلهم وأعلم زاد وصله أن يضاعف له ذلك إلى خمسة ضعاف قال وجدت أكثر قال والله ما في المدينة التجار إلا نحن من هذا اللي أعطاك أكثر قال الله أعطاني عشرة أضعاف من جاء بالحسن فله اللهم ما على هذه الإبل فهو في سبيلك فوزع كل التجارة على فقراء المدينة وخوت إبله مما على ظهورها فماذا فعل عبد الرحمن عمد إلى سوق التمور في المدينة فاشترى كل ما في المدينة من التمر وقتئذ وخاصة كان تمر العجوة ثم بعث السبعمائة بعير إلى العراق وين العراق بلد التمر العراق مصدرة التمر للعالم وعبد الرحمن يبعث لها بالتمر ثم أخذ ناقة جعل عليها شيء من العجوة وبعث بها إلى العراق وقال للمسوق قال له هذه العجوة وقال لفير صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة وديها للعراق وعطيهم الحديث وبعد ذلك تجي البضاعة شوف التشارة وصلت الناقة الأولى وعليها حمل من تمر العجوة يا جماعة يا ناس هذه تمر العجوة من المدينة المنورة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يصبه سم ولا سام ولا سحر فأقبل الناس يشترون وبقي الناس واقفة انتهى انتهى التجارة جاية الجمل الأول كل ما عليه اشترية بدأ الحشوزات أبغى عشرة جمال أبغى عشرين جمل أبغى ثلاثين حتى اشترية الجمال وما عليها بأعلى سعر من أهل التمر من أهل العراق يضاعف فباع عبد الرحمن التمر في العراق بأعلى سعر يمكن يوجد وقتئذ للتمور في دولة التمر أصلا أحسن تمر في الدنيا تمر العراق لكن أنفق في سبيل الله فعوضه الله يأيتها النفس المطمئنة وقت الانفاق هذه النفس كم؟ الراضية النفس الرابعة الراضية النفس الخامسة المرضية الراضية التي ترضى بالعطاء ترضى بالفعل لأنه لله رضي الله عنهم ورضوا عنه رضوا عن ما يقدموه رضوا عن فعل الله عز وجل طيب النفس الخامسة المرضية عند الله النفس المرضية عند الله هذه نفس عالية جدا وفوقها نفس أخرى ما هي النفس الأخرى؟ التي هي أعلى من ذلك هي النفس المزكاه قد أفلح من؟ زكاها هذه النفس المزكاه أعلى من الراضية وأعلى من ذلك النفس الملهمة الملهمة لتقوى فألهمها فجورها وتقوها قمة النفوس النفس الملهمة للتقوى ما معنى النفس الملهمة للتقوى؟ أي لا يبقى شيء يحبه الله إلا ألهمها الله إياه فتفعله أو ألهم الله إياه فتقوله فيجي الإنسان نفسه ملهم أي محدث من الله ومن أولئك نفس عمر بالخطاب نفس محدث ملهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون في أمتي محدث فعمر بالخطاب كان يلهم يلهم الله عز وجل يا آيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية لماذا قال رجعي إلى ربك ولم يقل رجعي إلى الله لأن الرب الإسم الذي يحمل كل معاني الحب الود الخير العطاء اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك لكرم الذي علم بالقلم يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنان وانزل من السماء إيمان إلى غير ذلك فالإمداد والإمداد والإعداد والإرشاد والإسعاد كل هذه من معاني الربوبي طيب ارجعي إلى ربك راضية مرضية هذا يقول الملائكة للمؤمن عند الموت أي الآن جاءت سكرة الموت وانتهت مدة الدنيا صليتي ولله الحمد وزكيتي وصمتي وفعلتي كل شيء الآن خلاص ارجعي إلى الله راضية مرتاحة ومرضية ومرضية عند الله عز وجل راضية عن الله ومرضية عند الله وهذا لا يقال إلا بعد كمال الخشية رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه يعني جاءت اللوامة جاءت المطمئنة بعدها بعد ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه راضية مرضية طيب يقول الملائكة للنفس عند الموت هذا الخطاب ارجعي إلى ربك راضية مرضية فترجع معهم خلاص انطلقت الآن الروح مع الملائكة إلى الله كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق فراق الروح للجسد والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ارجعي إلى ربك طيب هذه النفس الراجعة إلى ربها إما أن تكون مؤمنة أو تكون كافرة وإذا كانت مؤمنة إما أن تكون سابقة وإما أن تكون مقتصدة وإذا كانت فاجرة إما أن تكون كافرة وإما أن تكون منافقة طيب ماذا يحصل فأما إن كان من المقربين هذه الروح صاحبها من المقربين وهي رايحة فوق تحمل الملائكة فروح وريحان وجنة نعيم يتلقاها الروح والريحان الروح الراحة بالمنظر الجميل والريحان الريح الطيبة وجنة نعيم الجامعة بين الروح والريحان الدائم الذي لا ينقطئ طيب إذا كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ما ذكر؟ لا روح ولا ريحان ولا جنة نعيم لا تهم في حساب لكن نهاية سلام أما ذي الأولى ما في حساب على الجنة يا سلام أرجع إلى ربك راضية لأنها ستجد الروح والريحان وجنة النعيم وصلت الروح إلى الله ماذا يقول الله لها؟ ادخلي في عبادي ما أشمل هذا الأمر أول إذن لها أن تدخل في الرفيق الأعلى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كيف يكون هؤلاء رفيق؟ وهم قد ماتوا إنها رفقة الأرواح إنه الرفيق الأعلى لما وصلت روح النبي صلى الله عليه وسلم إلى التراقي منه قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ادخلي في عبادي ادخلي مع النبيين ادخلي مع الصديقين ادخلي مع الشهداء ادخلي مع الصالحين كلام الله ومن لم يدخل في معية هؤلاء لا يدخل الجنة أول شرط لدخول الجنة الدخول في عبادي الله ولذلك من خالف المؤمنين ذهب إلى النار ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم نوله ما تولى روح ونصله جهنم قدامك جهنم لكن خلك مع المؤمنين خلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وادخل معهم الجنة في أي زمرة دخلتها هؤلاء الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر زمر الأولى محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه الزمر الثانية فيها من فيها وهكذا الزمر الزمر الأولى تدخل الجنة هذه شأنها عظيمة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكل زمر فيها مجموعة دخل في عبادي عندما تكون تمشي لوحدك مسافة طويلة تتعب لكن لما تمشي مع الناس سهلة الآن لو أردنا أن نمشي على أقدامنا كل أهل جدة يمشوا على أقدامه إلى مكة يصلوا مكة كلهم من غير تعب لأن الجماعة سهلة تسهل السير لكن لو أحد مشى الوحدة من هنا إلى إلى البحر هذا يتعب لو مشى على قدمه إذا مشى مع جماعة يسهل السير جماعة سهل ولذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء هم نفسهم الرفيق الأعلى أنعم عليهم بالتوفيق في الدنيا والهداية وأنعم عليهم بالتوفيق في الآخرة والهداية الهداية في الدنيا للصراط المستقيم صراط العمل الإسلام والهداية في الآخرة للصراط المستقيم صراط السير الذي يضرب فوق جهنم فادخلي في عبادي ولهذا قالت عليها أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال واصبر نفسك نفسك هذه تودك تسير مطمئنة ودك تسير راضية ودك تسير نفسك مرضية ودك تسير نفسك ملهمة للتقوى روح ادخل مع الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أهل صلاة الفجر وصلاة العصر يدعون ربهم بالغداة الفجر والعشي العصر يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم لا تطالع إلا فيهم ولا تجلس إلا معهم ولا تصاحب إلا هؤلاء ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا لكن أطع من جعلنا قلبه ذاكرا لنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآن نبغي نعرف وين هو كلام الله وين كلام الملائكة ومتى يقول متى يسمع المؤمن هذا الخطاب طبعا العلماء كما ذكرت في البداية قالوا هذا عند الموت بعضهم قال هذا عند الموت تقول الملائكة يا أية النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية المرضية فإذا رجعت إلى الله قال الله لها سلام عليكم ادخلي يا نفسه في عبادي وادخلي جنتي والقول الثاني أن هذا القول يقال يوم القيامة لماذا؟ لأن هذا بالمقابل الكافر ماذا يقول يوم القيامة؟ يومئذ يتذكر الإنسان الإنسان طبعا الكافر وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد إذن هل هذا الكافر مطمئن وهو سيعذب أشد العذاب وجهنم جئ بها وهو واحد من أهلها؟ كيف نفسيته؟ خايف ولا لا؟ أشد الخوف مضطرب أشد الطراب بالمقابل الناس الثانيين المطمئنين اللي شايفين جهنم لكن لا يسمعون حسيسها حتى صوتها ما يسمعون وهم عنها مبعدون سبحان الله فمن زحزح عن النار زحزحة واخروا النار عن فلان ملائك أنتم اللي عندكم النار واخروا هناك ترى المكان ذا فيه فلان واخروا هناك عنه هم عنها مبعدون أو بعدوه رفعوا فوق إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة تنزل الناس تحت إلى جهنم رافعة ترفع الناس إلى الجنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي العجيب والأجمل من هذا كله الإضافة دخلي وين؟ في عبادي عباد من؟ عباد الله جل جلاله وادخلي في طيب ليش ما قال في قبل جنتي لما قال ادخلي في عبادي قال في لكن قال ادخلي جنتي ما قال في لماذا ما قال وادخلي في جنتي آه يا شباب من يجيب على هذا السؤال؟ العباد قال في والفي تدل على الظرفية لكن الجنة ما قال في قال دخلي جنتي والعباد كم قال السلام عليكم والجنات كثير يا أخي جنات عدنين يدخلون وإن قالنا جنة واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة حارثة أجننتي أهو بلتي أو جنة واحدة بل جنان وإن ولدك يا صاب الفردوس العالم آه يا شيخ يا سلام والعباد لهم حدود تقل الله يا شيخ ما حد يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى لأن هذا عباد انسوا جنه والجنة أصلا لهم هم اللي عبوا الجنة إذا الجنة لها حدود فالعباد لهم حدود من دخل في عباد الله فله الجنة هذا الكلام في الدنيا لا يصدقه الواقع كان فيه منافقون دخلوا في عباد الله يصلون معهم ويصومون معهم آه آه معطوف عليها معطوف عليش كلام جميل من حيث اللغة بس هناك نقطة ثانية آه أنها في ويجدون في مكان الجنة مكان أيوه لكن في ليس المكان بشك أنت الآن في المسجد ولا هين والمسجد مكان ولا لا طيب أنا أعطيكم مختصر الله عز وجل كم جنة عنده كم جنة أنا درست هذا الموضوع تكلمت عليه في هذا المنبر قلت أن الله عز وجل له أربع جنان جنة كل الناس تدخلها وهي الرحم كل واحد منكم دخل جنة أمة رحمها إن لك لا تجع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمى فيها لا تطعى هذه جنة الأولى الجنة الثانية جنة ذكر الله جنة الاطمئنان وتطمئن قلوبهم هاي طمئنين جنة جنتي في صدري الجنة الثالثة القبر روضة من رياض الجنة الجنة الرابعة التي وعد المتقون طيب دخلي في عبادي ودخلي جنة أي الجنان الأربعة الأولى طبعا ليست بأمرك هذا شيء قادر عليك وقالت رحمك وخرشت الثانية لاطمئنان جنة الطمئنينة هذه أين توجد بذكر الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم فإذا دخلت في عباد الله دخلت جنة الله لأن جنة الله مع عباد الله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قالوا حلاق الذكر أبعطيكم سؤال الآن أنتم في حلقة ذكر هل هذه الحلقة أفضل عندكم أو مجلس غناء وضرب ورقص الآن أنتم ساكنين سكينة نزلت بينما الطرب كل يتمايل لأزهم والشيطان وأزن فهناك يحصل الغضب اللعن الضرب المشاكل كلها وبينما هنا تحصل الرحمة المودة الألفة لذلك قبل الإسلام كانت الناس تتقاتل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم ايش بنعمته بالإسلام إخوانا مع بعض كان الواحد إذا شاف الواحد من القبيلة الثانية المتصارع معه ياخد طريق ثاني الآن يضمه جمع بينهم الإسلام الإسلام اللي جمع بين العرب والعجم والأبيض والأسود جاب سلمان الفارس من الفرس وصهي بالروم من الروم وسلمان الحبش من الحبشة والعرب من جزيرة العربية وجمع ذا كله وصار أمة محمد صاصل صارت السابقون طيب وادخلي جنتي في الدنيا جنة طمأنينة وجنة الآخرة يوم القيامة وجنة التي في القبر وهي روضة من رياض الجنة لكن أضاف الله العباد له وأضاف الجنة له ليبين لنا أن من لم يدخل في عباده لا يدخل جنته واضح فعلى ذلك الناس اللي وحد يقولانا بعبد ربي الوحد وبصلي الوحد وبأكون الوحد حتى ألقى ربي نقول لك الواحد شيطان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية عليك بجماعة المسلمين وإمامهم قال حذيفة يا رسول الله وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام وقتئذ عليك بخاصة نفسك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته أن يجعل نفوسنا مطمئن اللهم طمئن نفوسنا اللهم طمئن قلوبنا اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا جواد يا كريم يا من على العرش استوى يا من بيده ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يا من بيده الملك وهو على كل شيء قدير يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء يا من الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يا من لا إله غيره فيدعى ولا رب سواه فيرجى يا من لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفار اللهم إنك أنت الغفار الغفور الرحيم غافر الذنب وقابل التوب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أن تعلم به منا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة راضية مرضية ملهمة يا حي يا قيوم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه وإذا كذرت الحوائج رفعت إليه وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتد العقول إليه يا من أنت الغني ونحن الفقراء يا من أنت القوي ونحن الضعفاء يا من أنت الحي ونحن الميتون يا حي يا قيوم لا يموت يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمصير يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين يا من إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتد علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أن تعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها كبيرها وصغيرها جليلها وحقيرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا اللهم اغفر لنا ولأشياخنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا اللهم اغفر لنا ولأحبابنا ومن يحبنا ومن نحبه ومن وصانا على الدعاء اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغني أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم قوي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم مكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض اللهم اشعلها أقوى قوة على وجه الأرض اللهم اشعل أمة محمد أقوى قوة على وجه الأرض اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم انصر المظلومين منهم اللهم انصر المظلومين منهم اللهم فك أسر المأسورين واخضي الدين عن المدينين ونفس كرب المكروبين اللهم اشفي المرضى من المسلمين اللهم اشفي المرضى من المسلمين اللهم ان لنا إخوانا على الأسرة نأحبسهم المرض أن يحضروا لهذا المسجد أو لغيره اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس اذهب عنا وعنهم كل باس واشفنا وإياهم يا رب العالمين اللهم اشفنا أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك ما سألكه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم معلم الأنبياء علمنا اللهم علمنا القرآن وما حوى اللهم علمنا القرآن وما حوى اللهم علمنا القرآن وما حوى وعلمنا السنة وما حوت اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم بك نجول وبك نصول وعليك نتوكل وإليك ننيب اللهم ظهر الفساد في البر والبحر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ترى الظالمون وما يصنعون اللهم ترى الظالمين وما يصنعون وتراهم وما يمكرون وتعلم سرهم وما يعلنون اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بطغاة العصر في اليمن والشام وفي كل مكان اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم كما هدموا بيوت المسلمين وقتلوا نفوس المؤمنين وسفكوا دماءهم وهتكوا أعراضهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم كل المستطعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كلهم في أركان وكلهم في الشام والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا من عندك للمجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم من أراد إعلاء كلمتك فإنا نسألك أن تؤيده بنصرك ومن أراد غير ذلك فإنا نسألك اللهم أن تجعل كيده في نحره وأن تجعل تدميره في تدميره وأن تعجل عليه هلاكه اللهم انصر جنودنا المرابطين على الثغور اللهم أيدهم بنصرك واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك اللهم أحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيذهم بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم اللهم سدد رميهم وذبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم بنصرك يا ناصر المستضعفين اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا من لا يعلم جنودك أحد إلا أنت السماء جند من جندك والأرض جند من جندك والبحار جند من جندك والرياح جند من جندك والملائكة من جنودك اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم جندا من عندك يقاتل مع المؤمنين اللهم جندا من عندك لنصرة المستضعفين اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين في كل مكان اللهم ننصرهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا اللهم عليك بدولة الصهاينة فإنهم تغوا وبغوا اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك وخلص المسجد الأقصى منهم يا حي يا قيوم اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا اللهم فتت شمعهم وشتت شملهم واشعل بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اللهم أرنا فرقتهم وأرناهم يضرب بعضهم رقاب بعض اللهم وأرنا ألفة بين المؤمنين واتحادا ووحدة بين المسلمين اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك وتكله برعايتك وعنايتك وتجمع كلمة المسلمين عليه اللهم انفع به الإسلام والمسلمين اللهم انفع به الإسلام والمسلمين اللهم وحِّد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن الأمة تتجه لهذه البقعة اللهم إن الأمة تتجه لهذه البقعة المباركة خمس مرات في اليوم فاجعل اللهم في هذا الاتجاه في الصلوات الخمس لهذه البقعة وحدة في الاتجاه ووحدة في الري ووحدة في الكلمة اللهم إنا نسألك أن تجعل قيادة الأمة كلها قيادة راشدة اللهم اجعل لهذه الأمة قيادة واحدة راشدة تحكم أمة محمد بكتابك وسنة نبيك اللهم أصلحوا لا تأمر المسلمين وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تنزل على أمة محمد بركات السماء وتخرج لهم من بركات الأرض اللهم أغذنا وأغذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمعا اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك والجوع ما لا نشكوه إلا إليك اللهم غيثا مغيثا طبقا غدقا تنبت بالزرع وتدر بالضرع وتحيي بالأرض بعد موتها اللهم إنا نستغيثك لأمة محمد فأغذها اللهم أغذ المجاهدين بنصر من عندك اللهم أغذ الفقراء برزق من عندك اللهم وأغذ العباد والبلاد بغيث هتان من فضلك يا حي يا قيوم اللهم إنا نسلك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى اللهم إنا نسلك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واجعلنا من من طالت أعمارهم في طاعتك وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك وحسنت خواتيم وأعمالهم واسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يجرنا من النار اللهم يجرنا من النار سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنامن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا نصرف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن يحبنا ومن نحبه أصرف عنا وعنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقامة اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم إن كانت باقية فلا تحرمنا منها وإن كانت قد مضت فلا تحرمنا أجرها واغفر لنا وانت خير الغافرين اللهم اغفر لنا ما ضيعنا فيما سلف ومضى اللهم اغفر لنا ما قصرنا فيما سلف ومضى ووفقنا فيما بقي يا رب العالمين لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع تابعونا على صفحاتنا التالية